موسيقى مجهز الأخبار من قناة الجزائر الدولية سهلا بكم بداية قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية رحى ضحيتها واحد وسبعون شهيدا ومئة واثني عشر جريحا وزارة الصحة وفي بيان لها الجمعة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيونية على القطاع الاثنين وثلاثين الفا وستمائة وثلاثة وعشرين شهيدا واكثر من خمسة وسبعين الف جريح منذ السابع أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم أفدت مصادر محلية في غزة بسقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين الجمعة في قصف صهيوني استهدف نادي الشجاعية الرياضي شرق مدينة غزة وأضفت المصادر ذاتها أن الغارة الصهيونية على نادي الذي يأوي نازحين تكون قد خلفت ما لا يقل عن خمسة عشر شهيدا وعشرة المصابين شددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولي للاحتلال الصهيوني بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة يجب أن يترفق مع آلية تنفيذية يعرضها المجتمع الدولي تلزمه أو يفرضها المجتمع الدولي تلزمه على تنفيذه فورا كي لا يبقى هذا القرار حبرا على ورقة حماس وفي بيان لها أكدت أن حكومة الاحتلال التي تستخدم التجويع كسلاح دابت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط وآخرها القرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة في سلوك يؤكد الكيان يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة وفق تعبيره أدى عشرة ألاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة المفروضة على مدينة القدس وفق ما أفدت به مصادر محلية وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 125 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى بما قال خطب المسجد إن الشعب الفلسطيني شد الرحالة إلى المسجد الأقصى لتأكيد على إسلاميته ورفض تهويده هذا وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة وتذيقات على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة وعززت من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إليها أفدت وكالة الأنباء السورية بمقتل وإصابة عدد من المدنين والعسكريين فجر الجمعة جراء عدوان صهيونين استادف عدد من النقاط في ريف مدينة حلب وأفدت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي شن في حدود ساعة الواحدة وخمس واربعين دقيقة بعد منتصف الليل عدوانه الجوي من تجاه أثرية جنوب شرق حلب ما أصفر عن مقتل وجرح عدد من المدنين والعسكريين ووقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة أكد مواثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع على دور الجمعية العامة وسلطتها بما في ذلك متعلقة بالأمن والسلام الدوليين سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة أوضح في كلمته باسم حركة عدم الانحياز أمام الجمعية العامة أن عامل النجاح الأهم في تعزيز الجمعية العامة والاحترام الصارم لمثاق الأمم المتحدة من قبل الدول العضاء بن جامع دعا باسم حركة عدم الانحياز لضرورة احترام مجلس الأمن مثاق الأمم المتحدة كاملا وكل قرارات الجمعية العامة ذات السلة مسجلة ملاحظة على الحركة باستمرار مجلس الأمن في التواغل في القضايا التي تدخل بوضوح ضمن سلطة الجمعية العامة ختم هذا الموجز مشاهدين شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة